سنتان مضت على العهدة المحلية الجديدة ولا شيء تغير سوى ارتفاع في مؤشرات الفساد وتهميش مصالح المواطنين وفظائح المنتخبين التي طفت على السطح من جديد لترسم معالم عهدة محلية قال عنها مختصون في شأن المحلي أنها أسوأ العهدات كاريتا العهدات هادو أي والي لا يتخذ أي قرار إجرائي ضد أي رئيس بلدية أو منتخب حتى يشوف الانتماز سياسي تاو أزيد من سبع بلديات عاشت حالة انسيداد على غيرار بلدية سيد محمد تصرفات رئيس بلدية عدم احترام القوانين ومن ناحية القانونية ما كان سعب تقام رئيس مشيش شعب البادي بين تراشق الاتهامات بقي المواطن الضحية الأكبر هذه البلدية ما أحبت تسكن لا في هذا الشيء لا في الصوصيات الناس كانت بزيف عفاية فاسكوا على شراي فيها مشكلة في وقت حمل قانون البلديات الجديد العديد من الثغارات في هذا المجال قانون يقول أننا ستحب من نتيقة وما كاش قانون يمنعنا باش من ستحب من نتيقة سدور السيغة التنفيذية لقرار المحكمة العليا أنهت مهام رئيس بلدية بلوغين اشترطوا تكون متابعة جزائية عندها علاقة باختلاس المال العام أو تكون إيدانة عندها علاقة بوقائع تمس بالشرف بصيفة العامة والأدب العامة ويكون هناك حكم نهائي السكن والعمل وانعدم مشاريع التنمية المحلية سنعت الحدث هذه السنة من خلال الحركات الاحتجاجية التي شنها المواطنون في المقابل تحجج بعض الرؤساء بالتقليص صلاحياتهم إنها تعطى صلاحية أوسع للتسيير لرئيس المجد الشعبي البلدي تشوف المادة 81 يعتبر رئيس البلدية الأمر بالصرف الواحد عن مستوى البلدية عنده صيفة ضابط شرطة قضائية كما أنه له صيفة ثالثة ينفارد بها وهو ضابط الحالة المدنية عاسمة البلاد السياسية والاقتصادية عرفت تحولات متعاقبة منذ الاستقلال وتعاقب على تسييرها عشرون وليا ما جعل المشرفين على تسيير شؤونها يلجأون إلى سن قرارات ومراسم جديدة إلا أن سوء التسيير والثغارات القانونية في قانون الجماعات الإقليمية جعلها من ضمن أسوأ البلدان في العالم من حيث التنمية المحلية